استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الاسخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الوقر واستعرض جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء خلال اللقاء القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن المحلي ودعم المسير الوطنية وتعزيزها من خلال العمل على تحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة مؤكدا جلالة العاهل المفدى أن المملكة مستمرة في مسيرتها التنموية والتطويرية في كافة القطاعات وبالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الرفاهية والتقدم والازدهار وأعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين وبجهودهم لحفظ أمن واستقرار وطنهم والدفاع عن مصالحه والمحافظة على وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي كما أشهد العاهل المفدى بما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من جهود مثمرة ومتواصلة لخدمة الوطن والمواطنين والنهوض بمستوى الخدمات ورفع معدلات النمو في المجالات المختلفة وخلال اللقاء هنأ حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سعادت الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية والشيخ طلال بن محمد الخليفة رئيس جهاز الأمن الوطني وذلك بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعينهما في منصبهما الجديدين معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته لهما بالتوفيق والسداد في تحمل هذه المسئولية الوطنية خدمة للوطن والمواطن مشيدا جلالته بكفاءتهما وخبرتهما التي تؤهلهما للقيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل كما أشاد جلالته حفظه الله بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها رجال الأمن وجهاز الأمن الوطني في المحافظة على أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته ومكتسباته والسهر على راحة المواطنين والمقيمين وإشاعة الطمأنينة وتقديم كافة الخدمات في مختلف محافظات المملكة مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين ستبقى دولة القانون والمؤسسات وموطنا للتعايش والتأخي بين الجميع وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية متمني أن سموه لنائب وزير الداخلية ورئيس الجهاز الأمن الوطني التوفيق في مسؤوليتهم الوطنية من جانبهما أعرب سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل والشيخ طلال بن محمد الخليفة عن خالص شكرهما وعظيم تقديرهما وامتنانهما لصاحب الجلالة الملك المفدى على هذه الثقة الملكية السامية وعلى توجيهات جلالته الكريمة متطلعين أن يكون عند حسن ظن جلالة حفظه الله معاهدين جلالته ببذل كل الجهود من أجل خدمة مملكة البحرين وشعبها العزيز